لا إله إلا الله خير يا بنت الله أمك على خير إيه اللي جابك السعادة في عيز الشمس بققولك يا ماما أنا جاية من تحت والدنيا حر خليني بس يقعد الأول بكاية بققولك الدنيا حر ورا مش طيقة نفسي طيب وما لو ياختي بالراحة على نفسك بالراحة فئة أنت مالك ياختي هالطيرين كده ليه ادخلي ياختي وارتاحت ادخلي هه خير ياختي قولي فئة إيه اللي جارة اتخانيت مع جوزك ولا إيه والعيال العيال فان العيال تحت عن دجارتي السيبه هم قاعدين تحت معاهم وشوية كده ويطلع يعود مع جوزي فوقه في البيت وانت يا بنت إيه اللي جابك السعادة الدنيا حر والدنيا شمس إيه اللي نزلك من بيتك أنا خلاص ماما مش راجعة له يا ماما خلاص خلصت خلصت لحد كده بقى خلاص ليه ياختي خلصت ليه إيه اللي حصل عايد لي يا ماما يتكلم في التليفون بيكلم واحدة زملته في التليفون يا لهوي يا ماما يا لهوي لو تشوفوا عمال يتكلم معاه ولا صوته ايه ده أنا عمرا ما سمعت صوت جوزي بالصوت ده ناعم وبيتكلم برقة وبكل حنان والبتسامة يا ماما مش قادر أقولك من ودن دي للودن دي اه ماهم كلهم كده ياختي اي جديد يعني وقت ما بيكلم ياختي اي واحدة ولا قربته ولا زملته ولا جارته تلاقيه مبتسم وبيتكلم برقة وحني اي جديد في الموضوع يعني يا ماما استجار قبلها متخنق معايا وفتح له زوره قد كده علي في البيت وعمال يزعق ويهلل الكل ده عشو قلت له هاتلينا فرق ما شوية النهارده عشان مش قادر أطبخ فتح له زوره قد كده وعمال يزعق ويهلل وياختي اول ما التليفون راند والست السهير دي اتصلت علي في التليفون ما عرفش ايلا اللي حصله فجأة كده والله العظيم يا هما لقيت جوزي تحول 360 درجة بعد ما كان عامل زي الغول فجأة لقيته كتكوت كده وعمال يتكلم وبقى كل رقة وحنية مش فاهم انا الصراحة فقاك ولا سكوتي سكوتي يا ماما ما بتردوش علي يا ماما ترد علي ياختي مش انت قلتلي سكوتي سكوتي يا ماما ديني سكيت اهو يا ماما مش قصدي يعني سكوتي حرفية يعني بقولك يعني لسه هتكلم وحكي لك على حاجة طب ياختي قول قديني فتحت بوقي تاني اهو اتكلم اهو اللي حصل ام برح لما رجعت من عندك لقيته وقف ياختي يتكلم مع جارتي ونزل كهكوها وضحك مش فاهمة في اهو قلت له انت بتضحك او كده لا قال لي مفيش دكات بتقول لي ادفعته الكهرباء ولا لقصة الرجل بتاع الكهرباء جي قلت له ادفع اي دحك قال لي انا متحكتش فر حاجة ولوني يا اوما والله وانا طلع عشفاء عمال يضحك سيقلي اللي تضحك والهزار والنكت كلها بره البات ما تفهمش قال لي بيدخل ياختي البدي ووش ويتقلب كده يدخل يزعق ويهلل ويشفط وينطر وده ما تنظرش وده ما تعملش وده ما تنظرش وده ما تنظرش طبيخ مش فاهمة في اه مالك معلش يا اختي معلش طواحي طواحي يا اختي وعمل نفسك مش وقدة بالك ما كل رجالة كده يعود برا البت يعود واضحكه ويهزره ويكهكه واول ما ما يدخل بيت غضب الله ينزل عليه سهم الله ينزل عليه لا عايز يتكلمه ولا عايز يبتح بوءه ولا طيق يبص المراته ولا العياله ويحط ووشه في الموبايل ويبضل قاعد عليه 24 ساعة ما كلهم كده وانا بقى ازهقت يا ماما وانا قاعد استحمل لحد امتا وانا فاط بي انا فاط بي خلاص انا عايزة برضو يقعد ياختي يدحك مع جاربتي كده يقعد يبتسيني ياختي والدحكة بقى من هنا الودانه دي من الودانه دي زي ما بيكلم كده زمنته في التليفون لكن على طول هو انا الوش الكشر يطعهول في وشي كده لا انا ازهقت ازهقت اماما ما امتا اشتري نفس الصراحة وانا قل لي يجبرني على العشاء دي انا ازهقت انا عايزة اختي يدحكني كده ويهزر معايا ويفرفشني زي ما هو بيفرفش كده زميله وجيرانه وافق ايه والمفوض يا ربنا هيسأله على مين هيسأله على جارته وزمنته ولا هيسأله على امراته ياختي كلهم عليهم صغير يدخلي بس كده علي واول ما يدخل عدد يتحكي وهزاري وفرفشي اسكت يا اماما اسكت وانا نصحتك ما دي مش نفع معايا اختي عماتي زي ما انت قلتلي كده لقاته بيتاري علي ويقولي اخي اصاري في الكلام انت ايه اللي بيدحك بتتحكي علي انت هابله بقعد ياختي يشتمني ما بقولك ايه خلي نصحتك دي لنفسك احج ما مش نفع معايا نصحتك دي هو هو راجل نيكا دي كسما بالله جوزي ده راجل نيكا دي ما معايا انا بس يعني لكن هو برا البيت يا ما شاء الله راجل فرفوش وبيضحك وبيضحك وعايش حياته ومشاء الله علي والناس كلها حزاني علي يجوا يتفرجوا علي في البيت عامل ازاي ده ده راجل نيكا دي وبوزه يطع الخامنة من البيت يا اختي بقى لك معايا عشر سنين جاي دلوقتي تكتشف اللي انت اكتشفته ده والعشر سنين يا اختي والعالي اللي انت جبت وانت جايبه ثلاثة عيال هتعمل بهم اي اختي يا اختيت لها العينك ورحة رب عيالك بقى بلاش خوتك اه هو كلامك ده اللي بيطمعه فيه اه هو كلامك ده اللي بيطمعه فيه يسمع الكلام ده اقول لي اه مما انت قاعدة في البيت وضامني خلاص لكن انا بقى مما مالوي بوزي بقى عليه واوديله بقى انا كمان الوش الخشب هيعرف ان الله حق ويرجع يدخل كده علينا بيدحك وينبسط ويهزر ويعمل كل حاجة نفسي فيه لكن بطريقتك ده بقى انا لازم بقى اجعل نفسي ويعيش عشان انخطر العيال والحاجات اللي انت بتعودت تقولها ده يا ماما انا مش عايز اعملها الصراحة هو الحل ان اسيب له البيت اقعد اسبوعه كده ايه استجم واسيب له بقى العيال يجننه هناك في البيت وانا اقعد هنا استجم معاك اسبوع اي اختي اللي تقعدت استجم فيه معايا وانت تستجم ياختي وانا يطلع عيني هنا في البيت هو انت ياختي بتتحرك وانا بتعملي حاجة في البيت خالص انت عايز تبضيلي قاعدة مبتعملش اي حاجة وانا لأ ام ياختي اطبخ واخسر موعين وانضف واشيل وحط لا بقولك اه استجم ياختي في اي حتة تانية ترى ما عايز تستجم استجم يا ماما رح اقعدولك بقى في فندق اقعد عند اي حاج لك ما تقرفنيش ده بدلا ما تقولولي عودي يا قلب امك اقعدي وحط رجل على رجل ويجيلك زاحف وراكع وعود في بيت ابوك وخربوك وحكتي وعز يمك وحاجات الناس الاهلي يعني بيقولولي عيالهم دول تقوليلي ارجعي زاحف وراكع على اي خليني سكتة مش عايزة تكلم قتليها على عينك وعودي سكتة ركع على ايه ده لو لا في الدنيا مايلاقاش دفري لا دفريك فان ما طبعا هو انت في الدنيا في فكرة نسخة واحدة والحمد لله انها فيش اللي انت كان زمان الدنيا كلها سابت مرططة يا شيخ خليني سكتة مش عايزة تكلم وانت ما بتقولي كلا في سطواتي انا عارف انت ده دايما كلا هو ففي صفه ما بتجيش في صفي ابدا يختي مانا كنت عايشة مع بوكي نفس النظام ولا عمر اشتكات ولا ملات ولا قلت حاجة كان يختي يجيله قريبه من البلد يقعد يضحك ويهزر والناس تقول بس ده يا هنها يا سعدها ده عايش معها عمالي كركر ويدحك وهو يختي والله وعشان بس الناس قعدين حوالي عمالي يعملت شويتين دول واول ما بيقفل الباب ويمشهم ما شاء الله يديني البوزي التمام ويمسك الكتاب يقعد يقرأ فيه ولا كأني موجودة في الباب ما كلنا يختي عايشين وساكتين سيبيني ساكتان تر اخرى اه انت عايزاني بقى اعمل زيك وافضل كاتمة كده احساسه ومشاعر جواي ومفتحش بقه ولا تكلم وقولها هايشة والسلام عشان رب عيالي زي ما ستات كلها بتعمل لا يا ماما مشانت سوري لا بس ثبت طلع يختي بقى احساسك ومشاعرك وحاجر كده فندق بالشئ الفلاني طلع كده من الشنطة بتاعتك يختي عشان تحس باحساسك ومشاعرك دول وحاجر فندق كده وعود اسبوع يا ماما هناك واستجم كده ومجسطي لان هنا الصراحة مش هتستجم خالص هتفضل توري في البيت ومش تخليك تعودي اه عشان تفاهمة يعني النظام النظام بقى كنت اقول لك خليك قاعدة يختي وانعملك واشيل وحط لا خلاص شكرا افهم من كده ان انت تترديني من بيتها ابويا وليه تفهميها وما تفهميهاش ايو انا قصدي كده يا ماما فعلا لما حاجتك يا ماما اللي جيبتها دية تبتيك على روح بيتك يختي روح بيتك يختي وعيش عشب الناس كلها عايشة وسكتة ومكتومة هي في حد بتكلم اه كل واحدة راضية بعشيتها وسكتة اسكوتي يختي انت كمان زيهم كده وروح عايشة يختي حياتي بل لواجع الدماغ قالوا انا اللي قلتها روح اقواني سمي وعود معها واتكلم وسير معها كده بدل ما انت قاعدة بطول كده هو وحدانية بمش لاقي حد تتكلميه بتكلم الحيطان وانت قاعد صدقي؟ انا اللي غلطان اللي فكرت فيك كده وفي مصلحتك وقلت بس اروح اقوض مع عمي كده وسير معها بدل ما هي قاعدة بتكلم نفسها بتكلم الحيطة لا ملكش فيه خليك بحالك يخت وخليني بحال انا موافقة يختي ان اقعد لوحدة واكلم الحيطة بس انت يخت بس عودي بس كده وكدني وكمل حياتك على خير مع عيالك وجوزك وبيتك فملكش دعوة بي اقوى دايما كده خير انت عمل شر انت لا انا عاجاي اعمل خير واعود معك عشرة وانيسك وانت لما انتش عايزها انت حرة بقى بكلمي نفسك عمتها سايبها لك ومشي خليك اعدل وحدك بقى يخت او انا كنت اعدل وحدة بقى بقى لي سنين يخت اوان اعدل وحدة كنت اشتكيت لك ولا اشتكيت لك يخت اواني للم حاجتك وبالسلامة بلاش وجع الدماغ وبعي ما انت كل يوم نطالة وانت يعني بتسيبيني اليوم اعدل واحدة حتى لا انت كل يوم نطالة وما كنتش تتجيني تقوم بعتلي العيال ايه اسيبيني ساكتة يخت اواني روح بالسلامة يخت بيتك الولا اللي صرفت وبعزقت وقلت يا بيت اشتري حاجة حلوة وانت داخلك كده وارفعي راسك واشتريتلك ربع كيلو لب سوبر وربع كيلو لب سوري انا غلطان انا غلطانا لبعزقت وصرفت اروح ارجعهم تانى المحمصة واخد فروسهم معينهم في جابي كانوا مدفعين الشنطة لا 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 انا صرفة ومكلفة وجاية قلتها بصيتها وافراحها ارجع ايخت اعود في نار بيتي ولا اعود في جنيتك يا ستة ماما متشكرة متشكرة قوي يا ستة ماما صرفة ومبعزقة فرحنالب نفسك يخطب وانت تقولوا جايبة ربع وربع وربع مش مكسوفة من نفسك وانت بتقولك كده اللي شوف كده يقول بنتي جايبالي كيلو وكيلو وهي داخلة ايه؟ عندكم زي؟ زي اللي عندي دي ولا انا عندي بس الواحدة؟ ونصيحة بقى لرجال قبل مقفل الفيديو ده كل واحد يقعد مع امراته ويدحك مع امراته ويهزر معاه مش البوز في البيت والضحك والفرفشة بره البيت ربنا هيسألك عالجوه في البيت مش هسألك عالبرة رفقا بالكوارير كل واحد يخلي باله من القرورة بتاعته مالوش دعوه بقرورة غيره مش تعميل احنين بره وتدخل جوه تقعد تدرب البوز وتتشتر وتزعع وتهلل بيحصل ولا بيحصلش؟ ما تنسوش تصل لعنا في كومنت وتقولوا ايه رأيكو في التعليقات